السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونيات على اليوتيوب بالنسبة للتفرج عليه الأول مرة ما ينساش اللايك والشريك في الخناة وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شلحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات المعقلة له بصنا بلا يتبعني هستفيد من الحلقات اللي أنا بقدمها لكم أول بأول تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن إيه تردد جديد وحصر زهر على النيلسات لقناة تريند شعبي واحدة من أجمل وأروع القنوات اللي هتقدم فن وبراء مجموعة وقناة روعة جدا وإضافة جميلة مميزة جدا لقناة النيلسات لو القيمة اللي عندها خلاف اللي أنا بشرح حلقة بسهولة جدا هتدخل على الشرحات الموجودة داخل قناتي وهتلاقي فيها طرية إضافة القنوات أو الترددات على جميع الأجهزة وجميع الرسفرات وجميع شاشات العرض اللي بتحتاج على الرسفر داخلي أما بالنسبة لأكتر من سين في المئة من الأجهزة الموجودة هنضغط من الرموت على الزرار المينيو ونقف على قيمة وقفة كلمة تركيب بقفة على قيمة التركيب بضغط علىها بزرار أوكي هيزهر لقيمة تانية وقفة قيمة الترددات بنزل علىها وضغط أوكي وبالنسبة للقيمة الإنجليش هضغط من الرموت على الزرار المينيو وقفة على كلمة إنسليشن وضغط أوكي هيظهر معاي قimes تانية وفي الكلمة تنزل عليها واضغط اوكي ومجرد ما بضغط على قيمة الترددات بالزرال اوكي هلاحظ ان ازهر معاي قيمة الترددات اللي قدام حضرتكو كل اللي هعمله هضغط من الرموت على الزرال الاحمر وكتب التردد بتاع وبعدين هضغط اوكي واتأكد ان الاشراه موجودة على التردد وكل اللي هعمله بعد كده هضغط من الرموت على الزرال الازرق واغد اوكي عشان يظهر لي خائمة جميلة مكتوب فيها كلمة اسكان او البحث في اعلى الخائمة ومجرد ما بضغط على الخائمة دي بزرار اوكا الجهازة يبحث التردد بتاعي ويظهر لي رسالة هل تريد الحفظ بتأكد ان انا وقف على كلمة اس او نعم وضغط او كمن الرموت وبالتالي الجهازة يحفظ التردد ويظهر لي القناة الجديدة اللي انا بملها لحضراتكم في كل فيديو او في كل شرح القناة اللي معنا في حلقت النهاردة قناة تريند شعبي زهرت على النال ساد بترخ شهر 10 او بترخ شهر اكتوبر العام 22 قناة تريند شعبي موجودة على تردد 11 641 معدل ترميل 27500 والقطبية ايتش او هرزين تلو افقي التردد اشارته عالية وسهلة جدا استقباله باطباق تبدأ من 60 او 70 سنتي ولكن بيحتاج ان يكون عند حضرتك رسيفر بيتعامل بنظام الاتش دي او شاشة عرض بتحتها الارسيفر الداخلي بيتعامل بنظام الاتش دي علشان تقدر تستقبل الخناة على جهازك تريند شعبي اضافة جميلة ومميزة جدا لخناوات النيل ساد وبانصح الكل ينزل على جهازه وبهديها لكل مشاركين وامتابعين خنات اللي بيتابعوا معي الترددات الجديدة والحصرية اول باول ولو عجبك الفيديو حابب تتابع معي كل الترددات الجديدة والحصرية اضغط لايك واشترك في القناة واهم حاجة تفعل الجرس عشان وصل لك كل جديد بكده حلقة النهاردة خلصت واشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته